تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية قام جهاز الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجازات الموظفين المستحقين الذين تجاوز رصيد إجازاتهم السنوية 75 يوماً في نهاية 31 ديسمبر عام 2021 بمباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل فائض الإجازات السنوية للموظفين العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى وأوضح بأن تنظيم خروج الموظفين المشمولين في إجازات سنوية لاستنفاذ الفائض المرحل خلال فترة تبدأ اعتباراً من حصول الجهة على اعتماد جهاز الخدمة المدنية حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر عام 2023 وعلى نحو يراعي مقتضيات العمل